حافظة بريكي وأخيرا نحن في الحدث وش رأيك في الحدث زوبير؟ عشرة على عشرة كل تفاصيله يهمني صح رأيك لا لا ما شاء الله تفاصيل كل حاجة في بلاستها أنا فرحانة بزال لأن المهرجان نجح والقاسة نجاح وناس فرحانة بتنظيمي من قبل حتى صهرته فربي قدرني أني كل مرة نعمل أحسن وأحسن إن شاء الله وكما نشوف الفوق راني نشوفه هنا تحديات الجزائري طبعا وقفطان الجزائري طبعا من خلال ريد كاربت وسجدة الحمراء لالجيريان ترديشون الفيستيفول اللي هو ميرجان التورا في الجزائري تحدي تعب صحر ليالي مرقتيش؟ وخاصة عندي عشرة أيام ندخل دارة تصبح والذي من يشوفها إن شاء الله يا ربي هذا التعب يلقى صدم عند الناس وإن شاء الله يقيموه ويقدروه لأن هذا التعب هذا ليه للعلم الجزائري وللمرأة الجزائرية اللي ديما أنا مساندتها وديما نحط يدي في يدها في كل طبعة من أي تظاهرة نحط يدي ما نقدرش ندير وحدي يدي في يد كل حرفية كل مصممة كل حلاقة فنانة كل فنانة جزائرية إعلام كلكم كلكم فنانة جزائرية فنانجح كل مرة فرغم الدائي والأعداء؟ بالعكس لازم يكونوا أعداء لازم يكونوا أعداء لأن كل ما يكونوا أعداء يحفزوني أكثر أني نقدم القدام وندير أحسن وندير أكثر وننشط أفكاري لازم يكونوا أحسن وننجد أكثر والقادم أحسن وأحسن جلا أحسن إن شاء الله وعن قريب إن شاء الله شكرا لك هنا أحبت أن يكون معي هذا سند أخ هو زوجة تعوني أول من يجري دمعتي وأول من خلاني نقفي على السجادة الحمرة ودقائق أخيرة لذلك كل ما تمنيتم فنشكره بزاعة لذلك شجعني وخاصة اليوم والحمد لله هو اللي خلاني نآمن بهذا المهرجان وبنجاحه اللي صادتهم من أربع أيام وهو كاين حفظ اليوم هاني بيكات كومينيكاسيو كالعادة كالعادة واليوم المتعلقة أخذت واحدة ديفي وقسمت لباس عنده معنا التوراث الجزائري إلا غوان بيكاسيو وقسمت لفات خيموان جاءت مليحات اللقاءة الجامعة العربية والأنظار كلها راهية على الجزائر باش نقولوا باللي احنا منحتاجوش نبروفيو بتوراث بليتاعنا عندها نئات سنين وتروح ترجع تلقاء التوجور بالليك بزاف أشياء خرجت من الجزائر و باش مندخلوش فيني خاشة الأهم هو أن نرفعه دائي من الراية ونرفعه صوت الجزائر إلى أعلى ميات شكرا هاني شكرا حافظة بريك ونفروا بريك على مملك المباشر أفضل على ميات و له سنبال أفضل على مملك المباشر سنبال